ينبض المكان بالحياة قوارب وأقفاص للصيد بينما يلتقي الآباء هنا لتناول القهوة العربية والتمر العماني قبل أن تبدأ المنافسة اليومية على لعبة الحواليس بتهيئة 28 حفرة تسمى في مصطلح الحواليس بالتبييت اعتمادا على هذا الرعبوب وهو الحجر الذي يلعب به تبييت البيوت هذه سبعة بيوت حالي بيتها سبعة حالي أكثر حالي أقل لكن هي الصحيحية سبعة بيوت في اللعب ومن حبتين حبتين كل بيت في حبتين 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 وربيعك خانتين في اللعب وانت لك خانتين في اللعب أجواء من المتعة والإثارة والحماسة تجري حول هذه الرقعة الرملية للعبة الحواليس يخيل إليك أنها رقعة شطرنج والجامع بينهما أنهما لعبتان تعتمدان على الذهن والتفكير هذه لعبة طبعا معروفة يعني تبقى التفكير لعبة عقلية يعني إذا ما تفكر فيها وتلعب بالعقل فأنت بتنهزم فيها عايشين على البحر في هذا الرمل نلعب من يوم صغر ومتعلمين من يوم عمارنا 15 سنة وإحنا بدينا نتعلم علمونا شياب طبعا وبيدينا استمرين فيها وإحنا الحين علمنا ناس من بعدنا أقيال يعني نتعلموا فيها من عرفت العقل أنا ألعب الرعبوب تقريب عمر 80 سنة وأنا ألعب 28 بيت من هنتين هنتين ب56 حبة من طلعنا وعرفنا شرق أو غرب راحنا نلعب الحواليس ليست مجرد تسلية ذهنية بل هي قصة طويلة ترتبط بالبحر بالذكريات وبالهوية لعبة تعيد كبار السن يوميا إلى شبابهم والسؤال ألا يمكن تنظيم منافسات كبيرة لهذه اللعبة عبد العزيز بن حمد العجمي ولاية الخابرة محافظة شمال الباطنة ترجمة نانسي قنقر